إنما بقينا ملهيين، مجغولين، منهمكين، مرتبكين مش على بالنا أبداً إما جاء المسيح ده رسلنا كلنا بقى اللي هو أن العريس آتي ده اللي حصل في المثل بتاع العذارة العذارة الحكيمة للجهلات في متى قديس متى أصحاح 25 في صراخ مصر الليل الصراخ دلوقتي إيه اللي حاصل العريس آتي خدوا بالكم يعني عزائي المشاهدين يعني إن العذارة كانوا قسمين جاهلات وحاكمات كل الصفات متشابهة يعني دول عذارة ودول عذارة دولا منتظرين العريس دولا منتظرين دولا معهما صبيح دولا معهما صبيح دولا نعيسنا ودولا نعيسنا فرق واحد بس دولا معهم زيت في آنيتهن ودولا اللي معاهم زيت في آنيتهن هم دولا المستعدين هم اللي دخلنا الغريبة أن التانيين بعد ما جابوا زيت لقوا إيه أغلق الباب تولا ما فيش آمل ما فيش آمل أنا محتاج أستعد أنا مش هستنى في صراخ والعريس هيجي والباب هيتقفل من الزكاء أن أنا إيه زي ما قال القديس أنها الآن ساعة لنا السيقص سؤالي دكتور إميل يعني لو بتشوف الوضع وأنت بتخدم كمان مش بس كطبيب خادم أنت بتخدم الرب بتسافر وبتشوف سؤال وفعلا إشي محير هل إحنا وصلنا إلى هذه الحالة مثل الجهلات يعني هل نحن نيام دي حقيقة وهو الآل رب المجد أن كما كان في أيام نوح الناس كانوا بيعملوا على الفكرة لم يذكر خطايا قال يزوجون ويتزوجون يأكلون ويشربون يأكلون ويشربون في موقع آخر والبرضو في أيام سدوم يبيعون ويشترون يزرعون أو يغرسون ويبنون ليس في كل هذه الأعمال أي خطأ في حد ذاته إنما بقينا ملهيين مجغولين منهمكين مرتبكين مش على بالنا أبدا أن المسيح مجيء المسيح والمسيح اللينا هيجي في وقت إحنا هنكون زي أيام نوح وأيام لوت الناس مشغولين مرتبكين يعني مش بيعملوا حاجة غلط مش مستعدين لكن الموضوع مش على بالهم مش جاهزين يمكن في آية كمان محتاجين نراجع إن إحنا نبق حتى أولاد ربنا بيكونوا ناموا يعني زي ما قال في مساء العزارة نعيسنا جميع هن نعيسنا جميع هن ونمنا يعني مش صهرانين مش ممتظرين العريس في مزارة للنوم يعني إن الكل وأنا حسة حتى لأيام تي في فطور روحي صحي في برودة برودة في محبة ربنا وبقى في برودة في محبتنا البعض ده بقيت أكتر من كده لكسرة الإسم بردت محبة وهي مظاهر وعلامات آخر الأيام نعم وبقى الإسم شديد جدا لكسرة الإسم تبرد محبة الكثرين المحبة بقى الأخ مواقف في المحكمة ضد أخوه عشان شوية مراز ولا مش عالف أي بقى البيوت الست والراجل اللي طول عمرهم واحد وفين من اسمها على بيت تكسر بقى كله مهدد بأنها تتكسر العلاقات بالسبب ما فيش محبة فدي علامات واضحة قوي كمان التراقي في محبة ربنا وفي محبة الخدمة والسعي ورا النفوس بقى فيه برودة في القدم بقى فيه تراقي في القدم فدي حتى للمؤمنين نعيسنا جميعون ونم الأكتر بقى أنه غير المؤمنين الشر بقى مقانن يعني ما شفناش ده في أي زمن على فكرة يعني آه كان فيش زوز وقت سدم وعوان بس ما كانش قانون صح كان فيه ناس بتكسر الأمور الإنسانية بس ما كانتش بالطريقة دي فزي آخر صفحة في صفر الرؤية ليس فقط آسف ليس فقط يفعلونها بل بل يصرون يعني الإشكال إنه مش بس بتفنن بالشر فرحان ومبسوط في القتل والإفتصاب وأي أي إشكال آخر صفحة يقول ما تختمش على قوة لازل يعني في دانيال قال له ختم لإني لسه بقدري لكن في رؤية قال له ما تختمش لإني خلاص الوقت قريب فاللي تقال بقى وقت قريب ده كان إيه من يظلم فليظلم بعض ظلم بوضزيادة وفيه وقت كان فيه ظلم أكتر من دلوقتي على مستوى دول وبلاد وأهلية وبلاد جنب بلاد وبلد نفسها بعض الظلم كتير قوي من يظلم فليظلم من هو ناجس فليتنجأ ما شوفناش زمن الطرف في صباع العيل يوري نجسة العالم كلها في في أصلاح شيء يعني ما كانش أي ده كان فين لما حد يعرف شر في سن يعني كبير لكن ده حتى الأطفال تقزت برائتهم وبقت الموبايلات والحاجات اللي في إيده في الغرب بعلموها كمان في المدارس للأسف فالنجاسة أنا ما شوفتش أيام وعننا في الشرق شراسة ونجاسة ودعاسة أعلى نسبي في العالم بالظبط فمكتوب 80% مكتوبة ومن هو ناجس يتنجس أكتر ويزيد النجس مشوفناش أيام أكتر من كده هيبقى إيه والمقابل بقى المؤمنين لازم يتبرروا أوي من هو مقدس فليتقدس ومن هو بار فليتبرر فدي يعني الصفحة الأخيرة في صفر الرؤية وصلنا لها الوقت قريب ترجمة نانسي قنقر